السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معكم في مطبخ أم عدل الأم كوطر نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله اليوم جيتكم بوصفة حلوة الترك أو حلوة الشامية كل واحدة كيف يديرها انا اديتها من عند وحدة صديقة تركية وريتها لي كيف كنا نديرها مماشية هي الطريقة الصحيحة انا اجبتكم الطريقة الصحيحة اللي معتدين بها تعزمان هذه الطريقة غير مكونات فقط مكونات لبنات اما بالنسبة للوز مكونات الرابع ليس اجباري مكونات هما اول حاجة اي كوب تديروا به كما تحبوا انا عندي هنا تديروا زوج كيلة ثلاثة ثلاثة انا عندي هنا تدرت زوج كيلات سكر غلاس ارطب و راح ندير هنا بسم الله زوج كيلات حليب بودرة نزيد الكيلة الزوجة كما راكم تشوفوا هنا يعني كل شي نخلط مع بعض باش يتحيدوا هذوك هذا مكان يعني را مكان شراء كل شي صافي في صافي هنا نخلطوا مع بعض كل شي مع بعض هنا و الانكريديون الذي نحتاجه هو الطحينة الطحينة كنت استعملتها طحينة 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 نختار ثمن الطحينة دائما طحينة 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 كيلة نفصل ما كيله كيله كما تريد نضيف ملحة كاملة نضيف ملحة كاملة نضيف علبة محكمة الإغلاق نضيف ملحة لوز ملحة الطعام لاحظة نشفة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف حلوة الترك كاملة يومي يومي يضيف حلوة أمسك منصف ويجب أن تشرب الزيت المصيد هكذا أجهز المصف نغطيها حتى المدة ساعتين ونرجع لكم نغطيها بردة مليح مليح نغطيها في طبسي نغطيها 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 هذا ما كان. شوفوا صدقوني جي هيلة. والله يا لبنات غرجي يعني واحد الحلوة الترك. ما شاء الله. شوفوا. بسم الله. نحل لكم شوية. شوفوا. شوفوا. هون دي غي حلوة الترك صح اللي تتبع. صدقوني غرجي هائلة. شوفوا لبنات. شوفوا. الجمع الكه من داخل. المهم الفيديو تعلن هاليوم. إلا عجبكم. ما تنسونيش بلايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يصلكم كل جديد. وإلى الملتقى والسلام عليكم. محمد الله تعالى وبركاته.